تقول أنا أمية ما أقرأ القرآن لكني أقرأ بالقلم ما حكم ذلك أختي أم أم أحمد بارك الله فيك أبشرك بخير الإنسان المتعلق بالقرآن ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب هذا على خير ولله الحمد القرآن كلام الله القرآن صفة من صفات الله عز وجل القرآن منزل غير مخلوق القرآن قراءته وسماعه سماعة عبد الحرف فيه بحسنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن ومن العبادات سماع القرآن سماع القرآن فإذا كنت تسمعين عن طريق القلم سماع تعبد وتقرب إلى الله عز وجل هذا شيء عظيم كذلك أختي الفاضلة اسمعي أصوات القراء اللي والحمد على السيديات هذي يسمونها الأقراص المدمجة أو مثلا من الإذاعة أو من التلفزيون في محطات كامل القرآن هذا أيضا أجر كبير وثواب عظيم ترجمة نانسي قنقر